موسيقى الرئيس السيسي يؤكد ان مصر اصبحت ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات السيد انتصار السيسي تهني الشعب المصري بالذكرى الحادي عشر لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة رئيس الوزراء يؤكد ان مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات قال الرئيس عبدالفتاح السيسي انه منذ عام الفين وثلاثة عشر انتقلنا من حال الى حال وساد الاستقرار بعد فترة من الفوضى وعرف الامان طريقه لقلوبنا بعد سنوات من الخوف والقلق على مصير البلاد واضف الرئيس السيسي خلال كلمته للشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادي عشر لثورة الثلاثين من يونيو اننا قدينا على الارهاب وبنينا اساسا تنمويا بجهود هائلة من سواعد ابناء مصر الاشداء واكد الرئيس السيسي ان مصر اصبحت ذات بنية تحتية متطورة في جميع القطاعات واصبحت دولة تعمل بكل طاقتها لبناء المصانع وتحديثها واستصلاح الصحراء بملايين الافدنة مشيرا الى ان الدولة عملت على تحسين الصحة والتعليم الى ما يليق بقدر الانسان المصرية وتشيد المدن والطرق وشبكات الطاقة والمياه والرية بالاضافة الى انشاء وتطوير شبكة استراتيجية من الموانئ والربط بين جميع انحاء الدولة بخطوط مواصلات متنوعة وسريعة وحديثة واضف الرئيس السيسي ان مصر رغم التحديات تمضي على طريق التنمية والنهضة لتحقيق حلم التقدم والحياة الكريمة لجميع المواطنين واشر الرئيس السيسي انه يعلم حجم معاناة المكافحين الشرفاء على اتساع الوطن الذين يتحملون مشاق الحياة وارتفاع الاسعار خلال الفترة الاخيرة مؤكدا ان اولوية الحكومة الجديدة تخفيف معاناة المواطنين واجاد مزيد من فرص العمل وبناء مستقبل افضل لجميع ابناء مصر توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتحية للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو وقال الرئيس السيسي في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعية تأتي ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة هذا العام لتؤكد على قوة المصريين وانتمائهم لوطنهم وارتباطهم بهويتهم المصرية في الصمود والقدرة على تجاوز التحديات وتابع قائلا فمنذ 11 عاما اثبت المصريون انهم اقوى مما تصور اعداؤهما واشاد بائسا مما نعتقد انهم سينالون من وطننا بارهابهم الاسود واليوم يضرب المصريون اروع الامثلة في العزيمة والتماسك والاسرار على تجاوز الازمات وتحويلها الى فرص ونجاحات واضف الرئيس السيسي تحية غالية الى شعب مصر وجيشها وشرطتها ولكل الاياد العاملة والناجزة في جميع الميادين وجدد الرئيس السيسي العهد معكم في هذه الذكرى الغالية واؤكد ان مصر لن تتخلى ابدا عن اصرارها على عبور كل التحديات سائلا المولى عز وجل التوفيق وان يلهمنا دائما وابدا طريق الخير والصواب هنأت السيدة انتصار السيسي قارينة رئيس الجمهورية الشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة ثلاثين من يونيو وقالت السيدة انتصار السيسي على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعية اهنئوا الشعب المصرية بالذكرى الحادية عشر لثورة ثلاثين من يونيو المجيدة التي خرج فيها المصريون حماية لدولتهم وهويتهم الوطنية وتابعت تحية لكل مصرية ومصرية وادعوكم جميعا لاستلهام روح الثلاثين من يونيو لمواجهة كل تحديات نواجهها القى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء كلمة افتتاحية خلال مشاركته اليوم في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري الاوروبية الذي يعقد بالقاهرة واكد مدبولي ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي على خلفية تطورات وتوترات دولية يشهدها المجتمع الدولية فضلا عن استمرار ازمات اقليمية على مدار السنوات الماضية اثرت على استقرار عدد من دول المنطقة خاصة الحرب في قطاع غزة ولفت مدبولي ان مصر تسعى للتعامل مع تلك القضايا والازمات الدولية من منظور ما تمثله من فرص واعدة للتطوير والاصلاح الاقتصادي الشاملة تمكن مصر من الحصول على نصيبها العادل في النمو والتنمية الشاملة واضف مدبولي ان مصر تمسكت بتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي على الرغم من التحديات ونجحت في اتخاذ العديد من الاجراءات الاصلاحية الجادة خلال الفترة الماضية التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على هامش فعليات مؤتمر الاستثمار المصري الاوروبي المشترك نائبة رئيس بنك الاستثمار الاوروبية وذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولية واشاد مدبولي بالعلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الاوروبية وثمن مدبولي حرص والتزام البنك بتمويل العديد من المشروعات ذات الاولوية في مصر والعمل على دعم القطاع الخاص في شتى المجالات مشيرا الى ان البنك اسهم في تنفيذ الكثير من المشروعات باجمالي نحو 14 مليار يورو واكد مدبولي ان مصر ينبغي ان تظل امنة ومستقرة لانها بمثابة صمام امان للمنطقة مع تزايد دوائر الصراع في عدد من البلدان والتي يمكن ان تنعكس سلبا على اوروبا واشار مدبولي الى ان هناك فرصة مهمة لان تكون مصر مصدرا للطاقة النظيفة لما تتمتع به من موارد كبيرة من الشمس والرياح وتوافر الامكانات الكبيرة لانتاج الهايدروجين الاخضر ومن ثم تصديره الى القارة الاوروبية